السلام عليكم أخواتي المتتبعات الوفيات الغاليات كديري اللبس عليكم مزيانين إن شاء الله تكونوا كامل باخر وعلى خير فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم إن شاء الله بتشارككم هاد الوصفة الرائعة وفكرة زوينة وسهلة متأخد لكم الوقت لولم هاد نصاوبوا هاد البسطيلة ولكن بطريقة بسيطة جداً وهاد نوريكم هاد نصاوبوا ها في المقلات إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم وتجربوا ها كما دائماً وتردوا لي الخبار في التعليقات نقولوا بسم الله على بركة الله وما تنسونيش خليولي جيمة البنات ما تعقزوش ما تكونوش بخيلات يلا خليولي جيم وبسم الله أول حاجة غدي نصاوبوحنا هي الحشوة أنا أعطيكم قصيرة حين تاع اليوم وكان أعطيكم الفكرة وأنتو ما تقدروا تغيروا في الحشوة كيف مما بغيتوا وعلى ذاك الشي اللي عندكم في الضعر فأنا خذيت هنا يا مقلات درت فيها واحد ثلاثة ديالي معها القنزة الزيت ودرت فيها بصلة كيما راكوا تشوفوش اللطة مش اللطة رقيقة هاد الهاشوار زيماها الطحانة والله هي لكتنفع زيماها مخيرة غي كتتحلك ذاك الشي رقيق وكتبغيه فهنا هي قطعت درسها رقيقة البصلة وزيت عليها الفلفلة الخضرة تقدروا تديروا فلفلة ألوان شحرتهم مع بعضياتهم زيان حتى دبالو وضفت عليهم صدر الدجاج هاكا قطع مرابعات كي راكوا تشوفو ممكن تعوضوه بأين وما من اللحوم بغيتو فبديت كنشحر هادا كتجاج مع هاد الفلفلة والبصلة حتى كي تشحر مليح مليح هاد كنضيفو التوابل في التوابل ضفت الملح اللي كيبقى قياسكم عينكم ميزانكم تديروا رشا من الفلفل الأسود كذلك شبيانتا الكركم أو الخركم إلا عندكم زريعة القصبر أو احنا نقولها القصبر مجفف اللي كيبقى اختياري كذلك هنا استعملت التون بودرة اللي ممكن تعرضوها بالتون قطرية فخلطت هاد المكونات مزيان بهاد الشكل هذا تجانسوري مع بعضياتهم هنا حاجة اختيارية إلا كانت عندكم انا ضفت واحد ملعقان تاع الصوجة كتعجبني في أي حشوة كيكون فيها الشعرية كتعجبني للصوجة ما عندكم شماشي مشكل واضفت ملعقة صغيرة ديال الطماطم المصبرة وازتعلها واحد نصف كاس ديال الماء خلطت كل شي بهاد الشكل هذا هنا حبيباتي غادي نضيف واحد نصف كاس من الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ اللي ممكن تعودوها بياغورت طبيعي يعني كنعطيكم دائما لاختيارات باش هكا ما تكلفوش رسانكم او تقول ما عنديش ما نديرش هاد الوصفة فإلا ما عنديش هاد الكريمة الخاصة بالطبخ قولنا نديروا واحد نصف كاس هاكا ديروا ياغورت طبيعي ياغورت طانون هم السوسة حتى هي كتعطينا قوام كريمي في نفس الوقت هادك الدجاج كي يجيفتي وطرين فهنا نخليها تتبخ كما شتو بدك يتبخ هذا الخليط او كما نقوله يغلي هنا ضفت لها كيمية تاع الزيتون أخضر بالنسبة للزيتون انا درته مقطع رقيق ممكن نديروه دوائر ولكن حقا فضلت وأنه يكون رقيق سوف نخليها كتشرب وفي جهة أخرى درت الشعرية الصينية وعلبة صغيرة رقتها في المام غلي مدت خمسة دقايق صفيتها وقطعتها شوية من لي شربت لي شوية هاديك الحوشوة ضفت عليها هاد الشعرية مبعت خمسة دقايق قولنا وبدت كنخلط انا هنا يادرت علبة صغيرة كاملة الأخوات اللي ما عندهم الشعرية الحقاش كنلقى بزاف تعليقات خصوصا من أخواتي الجزائرية تحية ليكم فكاللقى دائما كيقولوا لي احنا ما عندناش هاد الشعرية ما عروش كيفاش ولكن ممكن تستغلنا وعليها وديرو حوشوة عادية فهنا هي الفكرة أنا غدي نطيبوها في المقلات ولكن بنفس الطريقة اللي بغى تطيبها في صينية دي الفرن ما كان حتى شي مشكل أنا غريد نعطيكم لحقا شحلم أخت لي ما كيكونش عندها الفران شحلم أخت لي تبغي شي حاجة غير فيت فيها غير قدامها تقابلها مهم أنا نعطيكم هكا أفكار فقط فهنا أخذتنا المقلات دهنتها بزبدة مدوبة هكا في الجواني بزبدة مدوبة ضروري دهنة مزيانة أنا ندي نستعمل هاد الورقة بزاف الأخوات يقولوا لي ورينها لامارك لا كي تستعمليها أنا كنستعمل هاد البنات هاد هي اللي كنستعملها لف المالح لا الحلو ما كتعجبنيش هاد كنتع براء اللي كيخدموها براء ما كتعجبنيش تعد دار فغي مو ما كيعطوش نفس النتيجة فهذه نتع الشريكة هي اللي كنستعمل فهد البوات فيها عشرة ديال الورقات أنا غضي نقسمهم في النص يعني غضي ندير خمسة بوحدهم كما شتو كان نعزل خمسة كندير وحدة من فوق وحدة غضي نقسمهم باش ندير خمسة الفوق وخمسة لتحت فاشنو كان ديك نشد خمسة وحدة من فوق وحدة كنحطهم في الأسفل ديال الصينية بها الطريقة هذي تبعوا معايا كما قلتكم بنفس الشكل ممكن تديرو في صانية ديال الفرع ما كان حتى إشكال هنا كتشدو الزبدة المدابة وكتدهنو بها هذي الورقة مليح 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 هنا عدنا خمسة ديال الورق كنددهنوهم مزيان مزيان فتكتجين الورقة مقرمشة من بنت كنشد هذيك الحشوة اللي صوبنا ونشفناها أهم حاجة ما يكونش فيها هذي المارق تكون نشفت يعني تجمرت كي نقولو شديتها ووزيتها وشهية ما توصلوش للأطراف خليو هذوك الأطراف كيما راكو تشوفو يكونوا باينين ديرو هكا الحشوة به هذي الشكل هذي تشدو الجبن اللي كيبقى اختياريا نستعملت الجبن الأحمر وكتضيفوه من الفوق به هذي الطريقة هذي وهنا يا البنات باش كتلسق لنا الطبقة الفقانية مع التحتانية كندربوا واحد البيضة وكندوزوها في الجواني بنتاع الورقة بهذا الشكل هذا دوزوها كامل بهذا الطريقة هذي طريقة سهلة وما تاخد الوقت لو هليني غدت صعو بالحشوة وتعمريها فيتفي حاجة واحدة كنشد هذوك خمسة ديال الوراق كنغطي بهم بهذا الشكل هذا كنضغطو على الجواني يعني كنلسقو الجواني بتاع طبقات الولي مع التحتانيين هاكا كنضغطو وغضي لسقونا بهذاك البيض اللي دهننا هنا كنحطو المقلات ديالنا كنشعلو لها النار على نار مهيلة يعني مين نقولو مهيلة يعني دمعة نار مهيلة كتدهنوها من الفوق هكا بزبدة مدوبة كتغطيوها وتخليوها على نار مهيلة حتى كتبها لكم تحمرت مع الجوانيب وبحالي كتجمع شوية كتبلكم تحمرت من الجوانيب يعني تايلة ما عندكم شغطاء زوجاجي مره مره كتحلو عليها وكتشوفو كمشتو كتبن جمعت من الجوانيب وتتحمرت كتشدو طبسة وكتزعمو عليها كتزعمو زعامات كتزعمو وكتقلبو ومبعد عاود كتولي وترضوها من الجهة تانية كمشتو ما تحلت ما تزلعت متاشي حاجة طريقة سهلة كنولي نغطيها عاود على نار مهيلة ونخليها تتحمر من الجهة السوفية ومن تكونوا تأكدين انها تحمرت بحال كتبقلبوها كتشوفو الى رقيتوها تحمرت مزيان هذه هي رقيتوها خاصة شوية كترجعوها ما يبقى لها تشي حاجة وتحكموا فيها كي بغيتو طفل البنات على ملي طابت لي مجوش ديال جوانيب كتجي مقرمشة وبنفس الشاي اللى درتوها في الفران خليوها تطيب من تحت ومن بعد عاود شعلو النار من الفوق تحمر بلا ما تقلبوها شعلو النار من الفوق تحمر سوف يقدموها بحال البستيلة العادية سوف هنا انا زينتها بشوية تعلجبن هكا في الجوانب وممكن زينها كيف مما بغيتو وكتقطعها هكا القيطع كتقدمها في الطباسيات كتجي بحال البستيلة يعني اللى كندير وعيو شاية تجربتكم فكرة هكا بصيتها جدا محوشوها اللى كما نقولو غير مكلفة وكتهية كجيل دي ذا في نفس الوقت فكما شدتو كجيب هاد الشكل في الداخل ديالها ان شاء الله تكون لنجبتكم البنات هاد الفكرة اللى شاركتها معاكم اليوم سوف كيفاش كتجي كتجي رائعة فهي لا عجبتكم هاد الفكرة اللى بنات تمنى انكم تجربوها ودرورة تردو عليها الخبار كان فرح بزاف منك اللى لقى البنات كاتبين اللى راني جربت هادي وعجبت العائلة ركح مرته لي وجهي اللى لك كان فرحها البنات وقت انتمو متبخلوش عليها خليولي لايك شي تعليق زوين كلمة طيبة ماذا بكم تبرتاجي الفيديو مع العائلة ديالكم والاصدقاء ديالكم ولماذا لا مشتركش في القناة تشتركي الى اللقاء في فيديو قدم ان شاء الله